حضراتكم فيها قبل ما روح لقضيتنا النهاردة اللي بعد إعلان أو بعد غلق المركات والصيفي ونشوف صفقات الأندية وصلت فيه طب تعالوا نستعرضها الأول قبل ما روح لبقية أخبارنا طبعا الباب القيد الصيفي خلاص انتهى كل الفرع بعد فعل عبا اللي موجودة فيها أشوف أبرز الصفقات اللي موجودة في الأندية كلها لكن قبل ما أقول أهم الصفقات حديكم بس حاجة بسيطة أن النادي الأهلي كان الأكثر انفاقا في هذا المركات والصيفي والحرس الحدود دم 24 لاعبه كان أكبر أندية إبراما للصفقات زي ما قلت لحضراتكم 248 صفقة أبرامتها الأندية المصرية من بين الإعارات تم تحويلها إلى شراء والنادي الأهلي الأكثر انفاقا بما يتخطى الثلاثة ملايين يورو 3 مليون يورو تخطاهم النادي الأهلي في إبرام صفقات جديدة حرس الحدود الأكثر إبراما للصفقات بواقع 24 لاعب ضمهم حرس الحدود غز المحلة والاتحاد والجونة كل واحد فيهم ضم 20 صفقة جديدة يبقى حرس الحدود الأعلى يليه الثلاثة أندية دول عاوز أقول كمان الأقل تعقودا للأسف كالنادي الإسماعيلي لأنه عنده فشل الإسماعيلي في حل أزمة إيقاف القيد فما ضمش أي لاعب خلال هذا المركاتو نتمنى الإسماعيلي كل التوفيق إن شاء الله ثم فرقه وعمل صفقتين فقط المغربي أشرف داري المنضم إلى الأهل قادم من بريست الفرنسي كان أغلى صفقات الدوري القيمة الخاصة بصفقته وصلت إلى مليون فاصل تمانية مليون يورو يعني مليون وثمانمائة ألف جني ألف يورو ضمت أيضا القيمة الفلسطيني عمر فرج مهاجم الزمالك المنضم من آيك أسويدي واللي بلغت قيمة صفقته أو صفقة انتقاله 993 ألف يورو احتل بيهم المركز الثاني في قائمة أعلى الصفقات عمر الساعي لعب الأهل المنضم الإسماعيلي قيمة الصفقة بلغت 931 ألف يورو عبد الرحمن مجدي لعب بيرامدز المنضم من الإسماعيلي صفقته كانت ب745 ألف يورو أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي في المركز الخابس مقابل الانضم طبعا للبنك الأهلي مقابل 367 ألف يورو سيراميكا كيلو باترا أكثر الأندية استعارة لللاعبين استعارة 7 لاعبين معظمهم طبعا كان في صفقة انتقال صديق إيجولة إلى نادي بيرامدز مقابل عدد من لعبي نادي بيرامدز انتقل على سبيل الأعارة إلى نادي سيراميكا كيلو باترا نادي سموح أيضا إعارة عنده 6 لعبين زمالك 4 لعبين إعارة بينما تجنبت أربعة أندية استعارة اللعبين هي المصري MP طلعي الجيش وZ النادي الأهلي بيبقى الأهلي وبرامدز الأكثر نجاحا في إعارة لعبين لفرق الدوري عفوا بواقع سبعة لعبين بينما تبقى الثلاثة أندية لم تقم بإعارة أي لعب هي بيتروجيت والجونة وحرس الحدود ده قراءة في المشهد تعالوا بقى مع بعض نشوف أبرز اللعبين المنتقلين إلى الأندية هذا الموسم حبدأ بالنادي الأهلي أبرز اللعبين المنظمين زي ما موجود قدامنا على الشاشة في النادي الأهلي يوسف أيمن قادما من الدحيل القطري المغربي يحي عطية الله قادما من سويتشي الروسي المغربي أشرف داري قادما من بريست الفرنسي ثم عمر الساعي قادما من الإسماعيل بعد كده عندنا نادي الزمالك 8 صفقات المغربي بنتاي قادما من سانتيتيان الفرنسي جيفرسون الغيني قادما من أكاديميت بينفيكا البرتغالي محمد حمدي قادما من نادي إمبي والبولندي مشلاك قادما من أحد السعود دي أبرز المنضمين طبعا لنادي الزمالك بالإضافة إلى الأسماء اللي موجودة قدامكم على الشاشة نادي بيراميز أربع صفقات طارق علاء قادما من سموحة يوسف إبراهيم أوباما قادما من الزمالك الناجيري طبعا صديق إجولة قادما من سراميكا كيلباطرا صفقة كبيرة جدا عد رحمة المجدي قادما من النادي الإسماعيلي عندنا بعد كده النادي مودن سبورت ستاشر صفقة أبرزهم كان محمد مجدي قادما من الداخلية كريم عماد قادما من حرس الحدود محمد نسوء قادما من الإسماعيلي طارق محمد قادما من سبورتينج سكنداري ونادي الهشام قادما من ودي دجلة إضافة أيضا إلى اللاعبين الآخرين اللي موجودين قدامكم على الشاشة صفقات سراميكا كيلباطرا أربعة عشر صفقة أبرزهم طبعا أحمد عبدين من نادي الأهلي على سبيل العارة 2006 سردباك عالي جدا جدا نحن بقاله مستقبل كبير وموجود مع ميكالي موجود أيضا حسين السيد قادما من النادي المصري يوسف عفيفي قادما من ديروت يوسف سيد عبد الحفيظ قادما من الاهلي على سبيل العارة معنا أيضا كان محمود الزيني من ديروت قندوسي طبعا البقاء عليه من النادي الأهلي استمعيسة من بيرامدز عبدالله مجدي من بيرامدز محمد صادق قادما أيضا من بيرامدز دولت على سبيل العارة وكان أيمن سعد مكة قادما من الجونة زلاكة من بيرامدز أحمد أشرف من الاهلي فخر اللقاي قادما من بيرامدز على سبيل العارة والأغندي عباسي كيون قادما من فيلا الأغندي البنك الأهلي 8 صفقات أبرزهم أحمد ياسر ريان من سيراميكا محمد إبراهيم أيضا من سيراميكا كيليباترا عبد العزيز بالعوطي من أمبي ومصفة طارق قادما من الداخلية بعد كده قدامنا نادي أمبي أبرم ثلاث صفقات محمد سميد قادما من طلع الجيش أحمد عاطف شيكو من غز المحلة يوسف حسن من نادي إزاملك صفقات الاتحاد السكنداري 16 صفقة أبرزهم أحمد دعدور من بيرامدز محمود متولي من الأهلي عبدالله بكري من زد محمد المعربي من الأهلي مروان داود أيضا من الصفقات المهمة دول طبعا صفقات فريق نادي الاتحاد السكنداري نادي الجونة أبرم أيضا 19 صفقة من أهمهم محمد محمود من مدن سبورت بلالة سيد من الاتحاد أحمد العشي من البنك الأهلي سيفشي كمنزيد وحسن ياسين من الانتاج الحاربي مضافة إلى أسماء إفريقية موجودة أيضا في نادي الجونة نيجي بعد كده لنادي المصري أبرم تسع صفقات محمود حمدي من مدن سبورت خالد صبحي من سيراميك كيلباترا خالد صبحي طبعا لعب منتخب مصر مصاب نتمنى له الشفاء محمد هاشم من الإسماعيل ومخلوف أيضا من الإسماعيل سموح أبرم تسع صفقات أموم النجيري سامو الأمادي قديمة من سيراميك كيلباترا أشرف مكدي قديمة من الجونة شام حافز من مدن سبورت إسلام عطية من المصري البورسعي زد أبرم تسع صفقات أهمهم كان أحمد طارق من غز المحلة محمد أشرف من الأهلي سامح إبراهيم من بيتروجت وحمد علاء من نادي أزامالك طلاع الجيش ست صفقات حامد الجابري من حرص الحدود رجب عمران من التحاد سكندري أحمد علاء من مأولين وعز الحناء من الداخلية بس مرسي من الإسماعيلي وعماد فتحي من البنك الأهلي فارقوا زي ما قلتلكوا الأقل صفقتين اتنين المغرب يزهير المطريجي قادمة من الخالدية البحريني وبنجمين قادما من بلدية المحلة غاز المحلة 17 صفقة وهم 20 يعني وصلوا إلى 20 منهم محمد عصام جاي من شموحة حميدو عبدول قادم من مديامة الغاني وحسام جريشا قادمة من المصري بور سعيدي أحمد دفراوي من بيترو جيت وحازمة بوسنة من لوفيين دول صفقات غاز المحلة غاز المحلة النادي الجماهير الكبير نتمنى له التوفيق إن شاء الله حرس الحدود بقى أبرز الأندية أو أكثر الأندية برامل الصفقات 29 صفق فرق كامل النجيري إيزي إيميكا قادمة من المصري إيزي إيميكا طبعا محمد أشرف روء قادمة من الزمالك محمد مجالي قادمة من المأولين عمر فتحي من المأولين عمر جمال من فاركو دي أبرز الصفقات اللي موجودة في حرس الحدود زي ما قلت الحضراتكم طيب بيترو جيت آخر نادي أبرز الصفقات بعد 12 صفقات عبدالعز السيد قادمة من البنك الأهلي أحمد غنيم قادمة من الاتحاد سكندري عمر صلاح من الاتحاد زياد فرج من المصري عبدالله محمود من المأولين والأغندي ألن شامبادي قادمة من الداخلية بالإضافة إلى الصفقات الأخرى وبيترو جيت قادم إلى الدولة الممتاز مرة أخرى بعد غيابه وهبوطه ترجمة نانسي قنقر